بيرسي تاو تحديداً عايزة أبدأ معاك بيه النهاردة عشان بيرسي تاو كان مفاجأة مفاجأة حلوة النهاردة سريعاً عن بيرسي تاو بيرسي تاو الجميل ده ده لسه أخد من كلامك كان بالطالب أنه ويمشي ولكن بيرسي تاو لعيب مختلف تماماً وبروفايل مختلف تماماً عن معظم لعيبة النادي الأهلي خصوصاً في التلت الأخير الراجل بيتميز أن قراراته دايماً جواة 18 بيبقى فيها هدوء كبير جداً 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 متميز في الحتة المساحات الصغيرة بيرسي تاو دايماً بيكون عنده الفنتون يفوت الكورة أو يلعب الدابل باس بسرعة جداً في مساحات صغيرة جداً وده اللي شفناه النهاردة عاوز أوريك الخريطة الحرارية بتاعت بيرسي تاو النهاردة هو يا كريم مش وقف على الخط معظم الجيم كله داخل لنص الملعب وساعات كنت بتشوفه الناحية التانية على الشمال كأنه هو بيلعب وينج ليفت هو النهاردة كان متميز بشكل كبير جداً أنه هو كان بيحاول يحلله الأزمة بتاعته في حتة أن النادي الأقلي ما كانش عارف يطلع بكورة يعني لعب راجع من الصابة هو تقريباً مالي الملعب كله بالضبط مالي الملعب كله بص يا كريم تقريباً بنص الملعب الهجومي كله بتحرك فيه في كل حتة أه طبعاً عشان هو وينج رايت أكتر شوية ناحية الخط ولكن عاوز أوريك بقى لقطات لبيرسي تاو العشوائية في المباراة بيرسي تاو دايماً بيبقى موجود فين في المباراة لا أنت بس ما عطيش كمان لدك التاميرات وستة وتميز في المية دا رقم كبير أكيد أنا عريت الأرقام وأنت بالعب هنا مثلاً دي هجمة في شوت الأول من الهجمات النادر اللي كان النادي أهلي بيطلع بيا فين بيرسي تاو بيرسي تاو جوة الملعب شوف الصورة اللي بعديها يا كريم عشان أثبت لك أن الراجل دايماً كان بيعمل دينماكية بشكل كبير جداً أنه دايماً كان بيخش لوسط الملعب برضو بيرسي تاو هنا على حدود الـ 18 اللقطة اللي بعدها برضو هنشوف أن بيرسي تاو دايماً دايماً على حدود الـ 18 دايماً على الناحية الثانية عشان خاطر بيعمل الزيادة العددية وأنه دايما كان عاوز يخترق من العمق مارسل كولر النهاردة ليه يا كريم كان بيه دايما بيرسي تاوي ينزل ياخد معا الباك وحمدي فتح ينزل يتحرك في ظهر بيرسي دا وشفناه كتير جدا نشوف برضو اللقطات عاوز أجيب لك لقطة مهمة جدا اللقطة اللي بعدها برضو بيرسي تاوي على طول متواجد جوة هنا برضو يا كريم دي في الشوت التاني على طول بيرسي تاوي متواجد جوة 18 صورة اللي بعدها برضو في هجمة من نادي الأهلي هيبقى موجود على الناحية الشمال خالص موجود عند حدود 18 كأنه هو بيلعب وينج ريفت هنا برضو جوة 18 عاوز أجيب لك بقى أهم لقطة صورة اللي بعد دي وهو قبل الهدف ما ييجي فين بيرسي تاوي بيرسي تاوي موجود فين بيرسي تاوي خطورته دايما وهو جاي ارجع ارجع الصورة اللي فات لا لسه الكورة بعدها دي كورة من الكور بص يا كريم كريم هو بيلعب وينج رايت بص يا كريم كان نجترك أكتر من 7 8 لقطات حالات هجومية للنادي الأهلي بيرسي تاوي على طول ناحية الشمال يقيل متواجد في العمق نجيب الصورة بتاعت الهدف نكمل الصورة اللي بعدها كان أداء رائع كان أداء رائع بصراحة هنا يا كريم بقى بص الراجل هنا برضو جاي من وراء جاي واخد دخل جوه المرعب دخل على العمق في نص المرعب نكمل الصورة اللي بعدها بيرسي تاوي بياخد وده يا كريم ميستو اللي بقولك عليه أنه هو متميز جدا جدا في الأدوار اللي بيبقى فيها مساحات صغيرة لأنه هو عنده هدوء كبير جدا هنا بيعمل طبعا الدابل باس أو بيباصي الباس لمحمد مجدي أفشا محمد مجدي أفشا اللي كان رائع النهاردة وتغييرها كانت أكتر من رائعة نكمل الصورة اللي بعدها بتشوف محمد مجدي أفشا بيسدد الكرة اللي بتيجي في العرضة وبتتردله طبعا كان فيها فبيرسي تاوي بروفايل لعيب مختلف تماما والنهاردة بعد الهدف ما جاء عرفنا ليه هو اللعيب الوحيد اللي فضل في الملعب اللي عاش وقولك هو مختلف بشكل كبير جدا عن كل عيب التمنادي الأهل اشتركوا في القناة